هل انتو من النوع اللي بتقدروا تلبسوا حاجات مش مريحة عشان تلفتوا الانتباع او منظركم الخارج يكون احلى هل انتو مع او ده هنستنى مداخلاتكم وقت ساعدكم علشان نعرف النوعات ده احنا معانا دراسة الدراسة دي بتقول انه الستات للأسف من النوع اللي مستعدة تلبس حاجات دياءة وحاجة مش على مقاستها علشان منظرها الخارجي يكون ملفت للنظر اكتر فللأسف يكون منظرها جذاب للراجل اما انا ما اشتعاش جينا انا فهمت انكوش هتقولي انا قلت انها احقالها لا لا مين قال انها لا اهيك جملة الدراسة مكتوبة على شانت بيكون جاذبة للراجل اكتر انا قلت بتحقلها سيبك مدراسة بيخاليك معينة انا معينة لا مش كل الستات بتلبس عشان تبهر الرجالة بتلبس عشان هي تبقى واثقة من نفسها ويبقى شكلها حلو يعني معنى كده لو انا خرجة مع صحابي البنات هلبس اي حاجة وانزل لا من غير غمزة بجد يعني طبعا انا لما ببقى خرجة مع صحاباتي البنات ببقى لابسة شيك وببقى شكلي حلو جدا هل عشان ابهرهم ولا عشان نفسي انا ردي علي ردي علي بسرعة والحقيقة ردي علي مستي يعني اكيد انا انا دايما بقول ما خاصتش مثلا يلبس حاجة مريحة ولا مش مريحة هاي الحتة اللي انا لما ألبس حاجة حلوة انا هيكون عندي سئة بحالي صح سئتي مثلا بيه بنفسي ليش عارف اتكلم مصري لما تكون سئتي بنفسي مثلا عالية بالعكس انا حلفت انتباه لي حوالي حل ان كان راجل ولا ان كانت ست ولا ان كان مين مكان موجود يا ما شاء الله طبعا ايز اقولك على حاجة بقى قبل ما تتكلم عايز اقولك انه في رجالة كبان بتلبس لبس مش مريحة عشان تبهر اللي قدامك هاي وزيش الكبير بس جزمة اصغر منه بتلاقيهم في افراح الشميز هيترقع كده وهو لبسه والجازمة ديقة عشان يبقو فرمة في الصور هو عشان ايه عشان نفسه يعني عشان برضو عشان يعني 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 احنا ماكملاش الدراسة حينير بربارات اللي حوالي انت هاجلت الدراسة ساني يا واعي ما انا بقول لها XX هي انت انت ماكملتش الدراسة عشان هي ما عدتش ما عدتش يعني عن مصر الجديد عايز اقول والله انا اقولتي و Bhagyta او الست وزي ما هاي قالت ان هي ممكن تلبس كده علشان خطر نفسها وكل حاجة. ده جميل جدا ده بيمشي على البنت والولد او الست او الراجل. ده ما فيش مشكلة. بس برضو ما يمنعش ان الدراسة قالت ان الست لأ ممكن تدوس على نفسها جدا زي مسلا ما بتلبسه اه التناقة والجزمة للكعب عشان كده برضي في كل وقت. الكعب رفيع اللي هو عشر سنتي او اتناشر سنتي. وكان فيه صورة كده شهيرة جدا نازلة كده عاملنا زي سري دي كده رسمة اشعة اللي هو يقول لك يعني انت مستحملة منظر الكعب ده بمشت رجلك اللي عامل كده. ومش قادرة تستحمليني اه عايش معاك في ولا سنة. علشان انتوا محدش مقدر يستحملكم. نحنا مستحملين كعب طوله عشرين سنتي. اتغيرت يا هاي. اتغيرت يا هاي. انا ما اتغيرت. لا حلوة. انا ما اتغيرت بس حسب المود. عارف يا هاي انت احنا في صف الراجل كده في تسعين في المائة من الوقت. اهو. اهو. بس فهو ده الموضوع. لكن ده ما يمنعش. ان الراجل اه فعلا ممكن يكون بكمان بيروح للجيم. وانا كمان في مرة واحنا في الجيم زمان انا وصحابي سمعنا كلمة كاد غريبة جدا. انا بس بقولك ان انا من شوية في صف رجلة وخالص. باشي ايه بقى. ان هو حد عامل جسم قوي من فوق ومش مهتم برجله خالص. اه اه شكله شكله فعلا في حاجة غلط. عدى الجملة قالك تلعب بيهتموا كمان بمنظر الرجلين. ايوة اكيد. انا مجبتش ريكة من اه. بلعب شغير اه بلعب تمرين اه رجلي. انا بوريكي ان فيه فعلا عقليات دي هتلاقيها في مختلف سواء بنت. طبعا طبعا. او ولد. انا كنت من النوع المكان لبس شوز على قدي بالزبط. اه. بالزبط. ما ينفعش يبقى فيها هفوة زيادة او هفوة من ناحية دي او من ناحية دي. مع مرور الوقت والشغل والواحد بنزل من الصبح والمشاوير والسواقة والوقفة كتير. لا عادي. اه. مسلا بلبس اللي ريحك. اتنين واربعين وكسور خلاص خلينا في تلاتة واربعين. اه. بقت اه تمام. فده عادي. طيب حلو لانه كل ما بنكبر كل ما بندور على اللي ريحنا اكتر. صح. من المظهر. يعني يبقى المظهر الخارجي حلو في نفس الوقت يبقى الشيء مريح بالنسبة لنا عشان احنا يعني نبقى قاعدين كده باين على وشنا الراحة مبقاش قاعدة لابسة حاجة دي اقا مش هاتف اخد نفس لي منها. ولكن انا اه مع الدراسة يعني انا من الناس اللي ممكن قلبس حاجة دي اقا بس يبقى شكلها حلو علي. حمد لله. طب انا عاوزة اسأل شيكو سأل. شيكو. 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 كوكي. 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 حتجوبني في صراحة من غير ما تلفوا الدور. هو يا او يا لأ وانا عارفاك. كل ما سأل لك سؤال عشان تحط حالك بالسيتس عايد. صعب. صعب بيلفوا بيعمل وكده وكده وكده. صعب. يخلك في حتى التلتر باية والدي لأ لا. هو اولا لأ. ربنا اسر. نتزل. لاسأل عادي. انت بالنسبة للك الست هتلفت نظر اكتر لو كانت لبسة كعب. ولا كانت لبسة عادي سنيكريز؟ يشيكم شاوزة تفكير. سؤال سهلا قوي. لا يعني ما حسب يعني يعني انت تحب البنت تشوف شكلها لبسة ولا لبسة سنيكرز عادي عايزة اقولك انه لا لا انت تركيني على جمه عشان القلش كده ايه اخدي مننا اللي بتلع بالخطيف استاذ الشام بعد اذك انا اعطى علينا هنا احنا بس انا عايزة اقولك الحاجة انه فعلا فعلا اتجاه الولايات دلوقتي او نوزولتهم للبنات بيدوروا على البنت اللي بتبقى لبسة لبس مش تبقى ممكن تبقى لبسة سنيكرز ممكن تبقى لبسة اوبر سايز ايه ممكن تبقى لبسة حاجات انا عم بحكي للبنت مشتها بتكون غير رفعة اكتافها بتكون غير جسمها بيكون وقف العمود الفخر اللي بكون عندها كده مشتها حتى بتكون بالراحة عم تمشي بطريقة كتير كتير فامنن ما هو ده الحلو في الحاجات دي البنات عندما تلبس الحاجات اللي بتضيقها دي حاجة حلوة لانه دي تلفت الانتباه اكتر للناس اللي برا ليه لانه هي بتكون عم بتكون ميلة لحتة الانوسة اكتر بتكون فامنن قوي في ماشتها بتكون ريئة اما الواحدة لو لبسة سنيكرز او كده حتى قعدتها بتكون غير لما انا اكون قاعدة مثلا بكعب حتكون رجلية عالجمب لما انا اكون لبسة مثلا دلوقتي بوتس عادية حتكون قاعدة مرتاحة ماشتي حتكون اسرع حبط الميلة لحتة الفامنن طيب بص انا هسألك سؤال ومش هتجاوبين على ياسيبك تفكري عبل ما ارد سمعتي ان في رجالة بيلفت نظرهم اكتر حاجة بتلفت نظرهم الحجاب بالطريقة المودرن الشيك قوي فكري في الاجابة دي سمعتي على الموضوع ده ان في مثلا انت قولتي البنات المحجبة اللي بتتعمل بتهتمل بستايل الحجاب قوي مع مراعط الشروط الحجاب هل سمعتوا ان في رجالة بيلفت نظرها ده اكتر حاجة او لا فكروا انتم اللي كنين في السؤال ده وهاخد ماروة يا ماروة ازايك الحمد لله ساري اخرناك يا ماروة ولا اي حاجة نعم مستندع بيكو طيب بص يا ماروة بقى عشان قبل ما هم الاثنين يكلموك ويأثروا عليك يا ماروة واحدة واحدة كده صوتك كده مبهج والدنيا جميلة الحمد لله في دراسة دراتي بتقول ان الستات ممكن فعلا ان هي تلبس حاجة مش مريحة علشان تكون اكثر جاذبية للرجل ايه رأيك في الدراسة دي اه ضدها الايه ضدها يعني انت تلبسي اللي رياحك اكثر اه طبعا انت صاحبك مين هنا يا ماروة طب لو انت رايحة مكان شيك وعايزة تلبسي حاجة كده مختلفة شوية عن ستايلك العادي وهايهيلز كده بس هو هيتعبك شوية تتنزلي عن الشياكة وان انت تبهيري لحواليك يعان ان انت تبهيري فعلا حاسة انك مرتاحة اكثر اه هالبس هايهيل وهالبس حاجة مناسبة للمكان لان انا مؤمنة جدا بمقولة لكل مقام المقال مية بالمية يعني رايحة ومكان نظم هالبس فين حاجة اللي تليق لي وكده وهبلبس هيلز وبالبس كل حاجة لكن مش مثلا انا نكون ما بعرفش امشي في الهيلز والبس هيل خمستاشر سنتي صح يعني مش منطق بالنسبة لي ألبس الحاجة اللي انا عارف امشى فيها صح بالحاجة اللي برضو تبقى مريحة معايا شوية لكن مامشيش بقى اللي هو اكون ماشية مش عارفة امشي وباخد الخطوة بالعافية ومتسندة على حد مشيت البطة ما نسميها نحن اه بس فهمت كده بس نشوف كل الافراح واي اي فنت او حاجة لمقابل ان انا يتقال علي او دي لبسة هيل تحفة او ان انا لبسة حاجة فضيعة لا مش ضد ده خالص لان انا هبوض المنظر اصلا بان انا مش عارفة مش مرتاحة بس ضبط كده طب هتلبسي مثلا حاجة اديق من مقاسك علشان جسمك يبان احلى اه لا مش مش بحش بها لا كله لا 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 عملية اوي عملية اكتر نعم بسي بلبس الحاجة فاتنج اوي علي او لكن مش الدرجة ان انا لبسها ضيقة اللي هو مقدرش اشرب مية انك متقدريش تشرب بقق مية لا اخف اشرب بقق مية ادخن عارف انت الناس دي طيب مروحة احنا الفرح مش هناكل عايزة اسألك عن الولاد او الرجالة اللي انت بتتعاملي معهم هل شفتي راجل مسلا ممكن يلبس حاجة مش مريحة عشان يبهر مسلا بنت معينة او البنات زميله لمعاه في الشغل او في اي مكان اه طبعا بنشوفها كتير جدا بيعملوا كده يعني اه طبعا بيعملوا كده او بيلبسوا الحاجة او بشكلها صحيحة بروايتي 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 يعني انا ما شفتش اسنانها من اول حلقة للدرجات دي شايفة طوحينها دي لا 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 شفتي حواجبة رفت حواجبة ازالية قلبة كده لما بتحس ان هي كذبت موقف بس هيها لانه هي قالت اه طبعا لانه فعلا بيحصل عادي اطل زي ما احنا عايزين في بنات عايزة تلفت مظر الرجالة في رجالة برضو عايزة تلفت مظر البنات يعني صح وده اللي انا قلته ده اللي انا قلته والله يا مرواة بل دي الحياة طبيعية دي الحياة طبيعية اكيد احوال بل تحاولك نعجبه وعاول حاج برضو يتعجب فيكي صح بل رجال اللي بتفاقية زي ستات ايه هم طب انا عاوز تلك سؤال تاني بس انا مبفهمهاش حتة انه يبقى لبس شميس دايق قوي ومفتوح مش عارف يتزرر عادي زي ما انت تلبس شميس دايق قوي على شكل بايلي جسمك وتم تفع حاجة مش مظبوطة انا بشوف المنظر ده لا يعني كلميني هقولهم متعملش كده يعني هروح له هقولهم بش ده اللي هنفت المنظر طب اروه عاودة اسألك انت بالنسبة للك اللبس المريح والاوبرسائز اللي هو هلأ الترند بيقلل من حلاوة البنت لا بالعاكب بالعكس 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 وعليه مثلا بنتلون سكيني او ليجن وعليه بوت في الشتة هتبقي من اشق عشر بلات في مقه انا مع بقى انا مع الرأي ده جدا انا بقى بحب الحاجات دي المكس ده المكس الماتش كده ده بيبقى حاصل ده بيبقى بحلو قوي اه بصراحة لأ بجده دايما ستايل لو شريف بحب الحاجات اللي مش فورميل دايما لما يكون لبسة مثلا انا سنيكرز او حاجة يقول لي ايه ده انا حابب لستالي النهاردة. ماروة احنا بنحب مشكرك قوي. ومعانا محمد. شكرا لك يا ماروة. الو? 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 الو. هاي محمد. صغلنا. ايه. عامل ايه محمد? عامل ايه? الحمد لله انت عامل ايه? الحمد الله. محمد ايه رأيك? بموضوعنا. الستات بيهمهم منظرهم الخارجي? الحمد لله. انت عندك كم سنة طب يا محمد? تقول ايه? عندك كم سنة? عندي عشرين. عشرين. عشرين ايه محمد بقى. انت اكبر مني. لا محمد بقى. لا محمد بقى. انت اكبر مني. لا محمد بقى. مش انفى انا سألك السؤال ده يا محمد ده يعني ده يعني انت انسى اصغن. لا بالعكس ده اكثر واحد دي قلنا الحقيقة. قلنا يا محمد انت ممكن تلبس لبس مش مريح? عشان يبقى شكلك احلى? اه. اه طب ايه اللي ممكن تلبسه مش مريح? في حد بغشش محمد من بعيد. نسامع. اي حاج. اي حاجة ولا اي حد? لا اي حاجة. يا محمد شكرا ليك يا محمد. شكرا ليك يا محمد. صغنون خالص. انا سألتكوا سؤال بقى قبل. انا والله مش فاهم السؤال بجد. برضو? والله مش فاهمة. اه عملتي كده. اه. لا اه يعني بحاول استوعب يعني. يعني انتو مسلا انتو دولتي مسلا قلتو ان ان اللي يلفت نظر الراجل اكتر مسلا. انا في رجالة بيلفت نظرها الكعب العالي. في رجالة بالعكس بيلفت نظرها اللي حجاب الموضوع. بس احنا ما اتكلمناش عن الحجاب احنا اتكلمنا عن التنوع والحاجات دي. انا شخصيا. انا شخصيا. انا شخصيا عملا فالو على انستجرام لا اكتر من ممكن اربعة بلوجرز محجبين. من وراء بتوحهم. يعني بجد بيخلي الواحد يشتهي انه يتحجب. قد ما عندها ستايل حلو ازاي هي اصلا عم تعمل الميكسن ماتش بالسكاي في الاسبانيش او اي تنك بيسموه. مع الحاجات الاوبر سايز عم تلبس حتى الحاجات تحتيها مثلا شيرت قصية او حاجة سيتو. احب تفرج عليهم اوي. تحتيها مثلا شيرت بالعكس بيعطيك اه اه يعني بيينسباير يو بشكل مش طبيعي. انا عن جد يمكن ستين بالمية من لبسي اي جات انسبايرت من الناس اللي محجبين لانه هم بيحاولوا نحنا كنا ناس مش محجبين منروح في مليان ناس بلوجرز او اي 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 اكاونت على حاجات احخصها بالفاشن. تعطينا حاجات الستايل ومنقدر نشوف ايه الحاجات او اكتر حاجة تراندنج دلوقتي او ايه الحاجات الموضة بالايام دي. اما حاجات الحجاب لأ انت لازم تصنعها لنفسك. لانه ما عم بتلاقي دلوقتي مثلا بيك فاشن هاوسز زي بلانس عالمية عم تعمل حاجات المحجبين. فلما المحجبين نفسهم عم بيحاولوا عم بيقدروا يعملوا ستايلينج وتويست بالطريقة دي. لأ دول بصراحة بتقدر تقول عنهم ستايلست. تقدر تقول عنهم فاشن بلوجر. اما التانيين هم كلهم دايقو فينج البلانس العالمية اللي براه. ده حقيقي. فلأ انا بالنسبة لقالي الحجاب بتويست ده رائع. بصي انا هرد عليك في الحتة دي انا عجبني يعني قبل ما نبعد عشان ما نبعدش عن موضوعنا. عجبني البقى فيه مصرية مية في المية وجروبس وعملوا زي بيجز وفعلا عملوا ديزاينز كتير جدا ونجحت بشكل مبهر. وكمان خلوا فيه ستايل في حتة الحجاب. يعني خلوا مثلا ان لو بنت كتفل. انا ما ستقولك اصلا انا عايز اروح فرح. اصلا انا عايز اعمل فرحي. اصلا انا يعني لو فيه حد محجب. احنا مش بنتكلم طبعا عن انك محجبة ولا لأ. دي حرية شخصية احنا بعيدة عنها تماما. لكن احنا بنتكلم عن حتة حتة الستايلينج او الستايلس. صح. ان هي حببت البنات البنت المحجبة ان هي عندها كتير. بالزبط. دي حاجة حلوة. والبنت اللي حاجة دلوقتي بقى عندها اكتر من ايام زمان. لانه دلوقتي لما تكون قاعدة في قاعدة مع بنات او مع ركالة هتحس حالها انه هي زيهم مش لبسها اسود فاسود. بالزبط. لابسها بالعكس يا عم تلبس احلى منهم كمان. عم تلبس احلى منهم وعم تعملوا سايلينج احلى منهم. دي حقيقة يعني خلاص فاكرتنا خلصت. لا بس حسيت اتكلمت زيهم. اه يمكن انا بشوف انه دلوقتي البنات والشباب كلهم كل الناس بقيت عرف تلبس. اه زمان يمكن كانوا بيتابعوا خطوط موضة معينة بيشوفوا مشاهير بيلبسوا ايه وبيقلدوهم بيبقوا محتاجين زي مستشار كده ان هو يعني يقول لهم يلبسوا ايه او ما يلبسوش ايه. لكن دلوقتي بقيت احس ان المجتمع بقى مفتوح اوي لدرجة انه ممكن بنت عادية جدا. احنا ممكن يعني نسبار منها الستايل بتاعها او انه هي بتلبس ايه وممكن نلبس زيها. فيه بنات كتيرة جدا بقيت تخترع اي حاجة بلبس بسيط مش لازم غالي جدا. مش لازم تبقى هاي اند برانز او اي كلام ده عشان انه تبقى استالش او تبقى ملفتة او تبقى شيك. بالعكس بيعملوا ميكسام ماتش من حاجات بسيطة جدا. وفي الاخر بتطلع حلوة وبتطلع موضة. فالفكرة انه سواء تلبسي اللي رياحك او ما تلبسيش لنفسك وانت البس لنفسك. اكيد بنبقى محتاجين نلبس عشان نبهر اللي حوالينا. ولكن ما يبقاش ده الهدف الاساسي ان انا بلبس حاجة مش مريحة او حاجة واو عشان الفت راجل قدامي او العكس ان ان انت تلفت البنت لانه ممكن تكون ببساطة ما بيعجبهاش اللي انت بتعمله او انت ممكن يكون هوا ما بيعجبوش اللي بتاعك. اهم حاجة تكوني نفسك وتكوني لبسة اللي رياحك واللي انت حاس انه شبهك عشان تدي ثقة او كل ما يبقى عندك ثقة اللي قدامك هيحس بالثقة دي هتوصله ومن هنا بقى هيعجب بيك. انا عايز اسألك بقى سؤالة او هسألك انتو الاتنين للسؤال ده. دايما بتشوف الظاهرة. البتك الفقراتين. اه 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 اه. استفيد. اا استفيد برضو يعني اخد خبرة برضو عشان اروح بقى لخطيبتي يقولها بص اه ايه داني اجبتليك شوية معلومات والولد مكسر الدني. هاي بخاطبتني هتعلامك. ما شاء الله. بقولك هيه اللي هتعلامك. فبقلك السؤال بقى هنا. فيه اه معظم الحاجات اللي بنشوفها ان دايما العروسة بتم مسلا ممكن تجيب الجزمة الفرح. تلبس سنيكر. تتلبي سنيكرز فيها خد تتصور بس جزمة الفرح ايه ايقو في الزهيرة دي هاي بايش الزهيرة بس عشان ما هي بتبقى لبسه عشان الطول او القسر انا بتكلم على فكرة انه هي شيك هي العروسة فهي لازم تبقى في كامل اناقتها انها تبقى لبسه الدراس وتبقى لبسه الهيلز بتاعته ممكن تبقى لبسه هيلز مريح ممكن تبقى لبسه بليرينا فلات بس ما تبقاش لبسه سنيكرز على الدراس لانه انا انا ده رأيي ممكن يبقى رأيي مناتها ممكن تبقى لبسه بس سنيكرز مش بيقلل من الاناقة بالعكس هلأ في كل البرانت العالمية عم تعمل سنيكرز خاصة بلا الودين انه عم تعمل اللي فيه كل لولو اللي فيه ستراس اتعملت في الرجالة على فكرة بالعكس انا شايفة انه الموضوع ده حرام العروس عملة فرح ليها وعملة كل ده علشان تقعد بعدها اتيها بتشوفيش البنت لما تبقى لبسه سنيكر في فرحها بتتعامل ازاي بتتصرف ازاي بتنطنت كده بيبقى شكلها ايوة فرحها لا 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 مش انا في الجيم من السفرع دي يومها على فكرة بضع تتنطنت كده يعني مش عايزة اقول لا انا انا بالنسبة لو الفستان طويل اه اكيد تلبس سنيكرز هي اراء طبعا كل واحد ورأيه يعني لكن انا بحب انه هي تبقى الاجنت قوي تبقى واخدبالها من مشيتها واخدبالها من قعدتها تبقى حتى لو هتورقوس او هتتانتراكت كتير لا تلبس حاجة مريحة بس مش سنيكرز وتبقى لابسة فستان معروشي شام عم بقولي انه فيه سنيكرز اغلى من الهيلز انا عندي بس ودول اعرف انا عندي بس ودول اعرف انت عندك المعلومات دي كلها منين لا بقى يعني الرابل برضو عريس يعني قريب برضو لازم يبقى عارف احنا عارفين انه فيه سنيكرز غالية جدا وهاي اند برانز وتبقى يعني غالية اغلى من اي هيلز موجود لكن مش معنى كده انه هو عشان غالي اوي فانا هلبسه فهيباني ان انا شيك اوي انا بقول انه ده كل واحد بستايل بتاعه بالزبط كل واحد بزوء مهم انك تمام انا تمام انا تمام اهم حاجة راضي عنينا طيب انا وهي انا على طول راضي عنه يا سلام يا سلام طيب بصي انا برضو يعني خليني اراجع معاك لحتة الاصلال عندي فيها فضول شوية الدرس بيبقى تقيل جدا وبنسمع دايما الشكوى دي عما جدا فاعتقد حتة الكوتش دي ممكن تعزز شوية الموضوع ان هو يفرق مالك فيه ايه انا بفكر معاك يا شريف فيه ايه اوكي ده ده الاكشن تفكير اعم يعني بقى بتفعل معاك ممكن اقصد الكاميرا تبعيني تبعيني الاكشن ده على الكاميرا عيني اعمله طبعا على طول انا اشارت ده عليك خلاص بقى كفية عليك كده